أعلن مع علي وزير الإعلام يوم أمس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية وذلك ضمن باقة قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون لتكون منصة السعودية الرسمية لنقل الأحداث والفعاليات الرسمية والترفيهية كافة اشتركوا في القناة